السلام عليكم لبنات كديرين لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وكي تكون احوال ديالكم زيانة ان شاء الله وصحتكم لبنات سمحوا لي اقانت اعطل عليكم بزيف ولكن اليوما ان شاء الله عادي نبدأ نختم وعادي نحط لكم اي حاجة درسان شاركها معاكم اليوما البنات عادي نشارك معاكم واحد تحلية سهلة مقادر قليلة وبسيطة هنا البنات عادي نحتاج الحليب هنا درت ثلاثة ديال كيسان ديال الحليب عندي الباناكوتا وعادي نحتاج السكار السكار دائما كيبقى على حسب الماضاق ديالكم جو ما اللي كيتبغيوه ما كينش واحد كيبغي السكار سيرتوف في الحالويات وتكشير انا داجا كيكونوا حلوين فامتلا لنا هاد التورتة هادي هاد لا تحت هاد تحلية درتها على شكل انتحت ولكن عادي نزينها بالفروتة يعني بفاكهة والكراميل يعني عادي تكون حلوة حلوة يعني خاصني نقص من السكر هنا عادي ندير واحد صاشي ديال البانا البنات ومعه واحد صاشي صغير ديال كراميل اللي تزين بالنسبة لهاد البانا ثلاثة ديال كيسان مايجي لكمش معاه هاد الصاشي لانا درت ثلاثة ديال كيسان وصاشي ديال البانا ما جلياش معه هو ديال ستا ديال بورسيون ولكن بورسيون نديرينهم صغيرين انا عادي نديرها في طغط يعني خاصني ندير الزشي خور ديال البانا انا بالنسبة له هنا في هذا الحالة هدي ما ما كانش عندي كان عندي غير باكو يعني كان عندي غريقة بصوحدة ديال كان ديه صاشي واحد ديال البانا اكتفيت به وزيت معلقاء ديال مايجينا وجوج معلقات ديال اندقيق بالنسبة لهاد الصاشي عادي نحله وعادي نضيفه اللي حليب ونخلط الكل سافي عادي نخلط مزيان البناتها الشي وعدي نحطها على النار باش باش تتعقد لي في نفس الوقت لبنات عدي نكون حضرت واحد الخوخة والبرقوق والتفاح تفاح نقيته حي تليه القشرة قلي الخوخ والبرقوق خليتهم كقطعتهم غي مربعات صغيرين هناك ما شتور ديت الحليب ديالي على النار وعدي ناخد واحد الكيميا قليلة من هديك الفاكها اللي اللي نقيتها يعني اللي عادي نديرها في الاخير ضفتها على الحليب باش هدي يبقى وغير طرفة صغيرين هكا مع الخالد ديال الحليب والبانة كان دائما كان بدف في التحريك باش ما تعقد باش ما تقصحش القع لانك يلقى لسقطك القع كيتحرق هنا اروزمو ما لسقط لياش لان ما عقدت ليش مزيان عادي نطلب باش نضيف لها معلقة ديال المايزينة وجوج معالقة ديال الدقيق سافي هنا يا البنات كان نخلط كل شي مزيان على النار كل شي على النار صافي وكن نديرها في ذاك المول وكنتشوفوا يعني حتى عقدت لي مزيان صافي حطيتها في ذاك المول بحالة تقولوا راه هي خرجتها من تلاجة دابا ارى ما زال ما خرجتهاش من تلاجة عادة ندخلها يعني غير مجرد ما حطيتها في المول شدت راسها وبدت كتقصح دابا نديروها في تلاجة ونطلقها ومن بعد ونخليها واحد الوقت من بعد هادي نخرجها وعادي نزيانها بهذا الفروت ده هادي اللي درت هنا عندي واحد البرقوقة عندي تفاح وعندي الخوخ هادي باسكا نوتشي وعندي هادي البرونية وعندي العميتة ديال اناميلة سافي عادي ندخلها ونطلقها ومن بعد دابا انا جبت هذا عندي هادي هادي نحط فيه باش تجي في الوسطها وشوف باش ناقل ناقل في الوسط اوكي هادي شوكتشي ياب شده راسها تلصق متشعها شوف كتجي رائعة دابا عادي نزينوها باكش اللي بغيت تزينوه بها زينوه بي عنا درس في البنات نأخذ الكيمياء الفروت اللي وجدناها نديرها من الفوق و هكا مهم تسوقوها كما بغيتو ليكم الاختيار و تدخلي واتا هكا نيشا بلا فروتا بلا تشي حاجة مهم انا غير قطع تاك الفروتا من الفوق هكا يعني طريع هذا وزي انت بدك الخوخ و البرقوق و التفاح من الفوق هاد الكرامل عادي نزينه بها من الفوق مهم اللي بالناس كما اشتتو في التحلية جيتنا هي هادي مهم ما رحا سهلة و بسيطة و زوينة وبنينا نتمنى ان هاد الفيديو هادا ينا الاعجاب ديالكم و نتلقا في فيديو مقبل ان شاء الله و ما تنسونيش باللايك و الاشتراك في القناة اللي كيشوف القناة ديالي اول مرة اشتركوا في القناة اللي اشتركوا في القناة